بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أيام سيكون عيد جوزق وهو عيد في كوريا وسوف أخبركم عن حقيقة جوزق لأن كثير الناس لا يعرفون عن حقيقة جوزق مثلاً في الإنترنت أو في الكتاب مكتوب شيء فقط اللي يحبون العرب ما يكتبون شيء صحيح باللغة العربية أولاً سأقرأ لكم اللي انتشر في الإنترنت ما هو جوزق جوزق عيد الحصاد وشكر الأجداد في كوريا يحتفل الكوريون هذه الأيام بعيد جوزق وهو عيد الحصاد وشكر وإظهار العرفان والإمتنان للأجداد يعتبر جوزق من أشحري وأهم أعياد في كوريا الجنوبية ويحتفلون به لمدة ثلاثة أيام يوم الحصاد ويوماً قبله ويوم بعده وهو اليوم الخمس عشر من شهر الثامن من سنة كمارية في موسم الخريف بعد وقت الحصاد ويحتفلون بالحصاد المثمر ويسمى أيضاً هانقاوي أي وقت الخريف وهو عيد الشكر لدى الكوريين فيجتمع فيه شامل الأسرة ويحيون فكر الرحلين ويزورون المقابر ومن التقوس المهمة يوم جوسق هي سيارة قبول الأجداد وإظهار احترام لهم واعتراف بفضلهم وشكرهم على ما تعلموه منهم ويرافق الآباء في السيارة أبنائهم وباقي أفراد الآلة ويجب عليهم تنظيف مقاب الأجداد والتخلص من الأعشاب الزائدة والدارة حولها ومن لا يفعل ذلك ينظر إليه على أنه عاق حتى الآن قرأت لكم اللي انتشر في الإنترنت ولكن ليس خطأ صحيح ولكن ليس كاملاً لأن الكوريون ما يريدون أنكم تكرهون كوريا يعني هم ينشرون معلومة جيدة للعرب فقط فمن الآن سأخبركم حقيقة تشوسق حقيقة تشوسق نعم صحيح ينشرون المقابر من أجل الشكر وكذا وكذا ولكن هذه المعملات من الكونغفو الشيوسية فإذا أنهم يفكرون ويعتقدون أن أجداد الميتين سوف يدرونهم إذا لم يفعلون جيداً لهم ولكن إذا فعلوا جيداً لهم وينادف المقابر ويقدم لهم الأكل سوف ينفعونهم حقاً يفكرون ولكن طبعاً أنتم تعرفون هذا من الشرك ما يجوز هكذا كذلك في العيد تشوسق هم يضعون معقولات كثيرة على الدولة وبعض الأكل ما يضع هذا أيضاً من أجل أرواح الأجداد لأنهم يفكرون يعتقدون أن بعض الأكل يمنع نزول الروح فكذلك هم يضعون أكل من أجل أرواح الأجداد إذا هذا بالتأكيد من الشرك وبعدما يضعون معقولات على الدولة ماذا يفعلون؟ هم عندهم طريق معين هم عندهم نظام ليس بس يسجد بدون أي نظام هم عندهم برضو طريق عندهم كتب كما عندنا كيفية الصلاة عندنا كتاب الفكر فكالعبادات فهم يصبون أولاً خمر ثم يسجدون مرتين سجدتين من أجل نجول أو وصول أرواح الأجداد ثم هم ينتظرون أو يسجدون مرتين كما من أجل يعني هم ينتظرون حتى يكلون أرواح الأجداد هم يكلون اللي موجود فوق دولة وهذا أيضاً بزبط من الشرك فلابد أنتم تنتبهوا أولاً لجب تعرفوا عن حقيقة الشوصة طبعاً نحن نحب كوريا ونحب الكوريين ولكن لابد نعرف الحقيقة حتى لا نعفع الشرك أولاً ثم أيضاً نساعد الكوريين إذا حقاً نحن نحب الكوريين لابد نساعدهم في التاريخ الصحيحة وكذلك اليوم أخبرتكم عن حقيقة أجوزك وكذلك النسبة للتعاة أي داعي إسلامي لابد تحتم في هذا الأمر جيد جداً لأن إذا أحد يريد يقوم بالدعوة طبعاً أهم شيء هو التحهيد العقيدة وكما قال الله تعالى إن الله لا يغفر عن يشرق بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا الشرك خطير جداً فأشان نحن نحب الكوريين فلابد نخبرهم عن الإسلام حتى يخرج من ظلمات والكفر والشرك وأسأل الله أن يهدي كوريين للإسلام آمين يا رب العالمين بارك الله فيكم وأجزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر